اشتركوا في القناة وقيمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنجاز تاريخي وغير مسبوق حققته مدارس الإيمان فرع البنات في تحدي القراءة العربي إثر تفوقهم على 41 ألف مدرسة في الوطن العربي والذي رفع اسم البحرين عاليا بين الدول المتقدمة في مجال التعليم وكان محل فخر واعتزاز من لدن شعب وقيادة المملكة وذلك بحسب ما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب لدى زيارته للمدرسة لا شك أن زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لمدارس الإيمان هذا اليوم لشرف عظيم حيث أن هذا يدلل على حرص القيادة باهتمام بأبنائها والتعليم ولا شك أن في هذه المناسبة التي فوز مدارس الإيمان من ضمن 41 ألف مدرسة في الوطن العربي من مركز الأول لهو فخر واعتزاز لهذا الوطن ولكل عربي زيارة سموه إلى مدارس الإيمان فرع البنات جاءت بحضور عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء المدارس حيث عبر سموه خلال كلمة ألقاها عن سعادته البالغة للنجاح الذي حققته المدارس والذي جاء ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلها أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة إلى جانب الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال في وزارة التربية والتعليم نعتبر فوز مدرسة الإيمان فوزا لوزارة التربية والتعليم ولجميع المدارس في الواقع لما يؤكده هذا الفوز من قدرات الطلبة والطالبات في ملكة البحرين للمنافسة في المحافلة الدولية وتحقيق أفضل الإنجازات طبعا وزارة التربية والتعليم من ضمن خططها وبرامجها تدعم جميع مهارات اللغة العربية وتؤكد حتى ضمن قانون التعليم أهمية اللغة العربية وهناك الكثير من البرامج والمشاريع التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في دعم اللغة العربية واستخدامها أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في المدارس أكدوا أن هذا الإنجاز التاريخي بات يشكل باكورة نجاح مفصلية لمسيرة حافلة من الإنجازات المقبلة التي تترجم الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة في رفض قطاع التعليم في المملكة أشكر وأهنئ نفسي وطالباتي ومدرساتي اللواتي وصلنا إلى هذا الفوز الفوز العظيم الذي صداه ملء دول العالم فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا الفوز وحفزنا على المتابعة لما بزلناه من جهود سابقة نسينا أتعابنا ونسينا المعاناة التي مررنا بها حتى وصلنا إلى هذا الفوز المشرف والحمد لله بداية وشي عظيم أن كل المجهود اللي بدلناه والكتب اللي قريناه وقعدنا ساعات نلخصها وندرسها ونحللها وتعبنا وأننا استغلنا كل الأشياء اللي كان ممكن إحنا نسويها عشان نشارك في التحدي أن أخيرا توج بهذا الفوز العظيم طبعا نهن المملكة والقادة بهذا الفوز لأنه فوز بأكبر قيمة في الإسلام وهي أول كلمة نزلت وهي كانت كلمة إقرأ لأنه بالقراءة رقي والأمة القارئة هي أمة راقية بعيد عن كل المشاكل وفي ختام زيارته أكد سموه على ضرورة مواصلة العمل والجهد والاجتهاد وتحقيق الإنجازات بشكل متواصل ومستمر لرفع اسم مملكة البحرين عاليا باستمرار في جميع المحافل والمناسبات إنجاز تاريخي حققته مدارس الإيمان في مملكة البحرين على مستوى دولي ورفيع فقد حصدت المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي والتي شاركت فيها أحد وأربعين ألف مدرسة على مستوى الوطن العربي تجسد بذلك مدى اهتمام القيادة الرشدة ودعمها لمجال التعليم في مملكة البحرين لحيا العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين